صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى ان تكونوا خير معكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم خمسة من كورس الكلمات لذلك احنا متعودين جهز الكشكول بتاعك وكوباية الشاي وهتاخد نوتس ورايا باي نيو فوكاب انت ما كنتش عارفه او الفرق ما بين كلمتين ولا حاجة لو متلغبط فيهم تكتبهم في الكشكول عشان تيجي ليلة الامتحان تقدر ان انت تكون ملم بالفوكاب كويس يلا بينا نبتلك اول كلمة في محاضرة النهاردة يا شباب اسمها ايه اسمها brainstorming session brainstorming session يا شباب معناها ايه معناها فترة او اجتماع بنقعد نجتمع فيه عشان نعمل عصف زهني يعني ايه عصف زهني يعني حضرتك بتفكر في حلول لمشكلة ما فتعمل اجتماع وتسميه brainstorming session فأميتينج هولد فور the purpose of intensive discussion يعني اجتماع معمول لغرض ان ما كتعمل ايه intensive discussion يعني منقشة مكثفة توصول بروبلمز عشان تحل مشكلات or generate new ideas او تولد افكار جديدة تمام اسمها ايه brainstorming session يلا بينا على الكلمة نقوم اتنين impress as a verb يعني يترك انطباع جيد يعني to cause someone to admire or respect something or someone جات منها impression يعني اجا اقولك he left me with a good impression about technology مثلا اوكي ده النعون impress impression وجات منها impressive as an adjective impressive وممكن اقول impressed طب ايه الفرق بصوا حبي انت حاسس بايه تقول i am impressed يعني واحد سبته عشر دقايق مع مسألة صعبة جدا ورجعت له لقيت بقول لك انا خلصت خلاص تقول له واو i'm impressed انا مندهش انما هو خلصها في عشر دقايق فتقول that's impressive انه شيء مزهل تمام فالشيء متسبب في حاجة يبقى impressive حد لعب ماتش قوي جدا فاقول impressive performance يعني اداء مزهل طب احنا حاسينا بايه we were impressed اوكي يبقى الverb impress الادجكتف بتاعتها impressed الادجكتف impressive بالطرق اللي انا لسه موضحه impression the noun اللي هو مثلا انطباع سواء good impression او bad impression تمام يلا بينا عالكلمة اللي وراها inspire يا شباب معناها يلهم encourage يعني يشجع support يعني يدعم جات منها inspiration يعني الالهام inspiration يعني اقول مثلا نجيب محفوظ has always been a great inspiration for a lot of young writers يعني نجيب محفوظ كان دايما يمثل مصدر كبير للالهام للعديد من الكتاب الصغار تمام يبقى inspire inspiration معناها ايه inspire معناها encourage او support يلا بينا عالكلمة اللي وراها overcome معناها ايه معناها يتغلب على overcome معناها يتغلب على يعني لو حد عيان بكورونا مثلا فقول he overcame كورونا a week ago معناها ايه شفية من او تغلب على كورونا من اسبوع اوكي فيبقى overcome to control a feeling يعني يتحكم في شعور or a problem او في مشكلة that prevents you from achieving something يعني مشكلة بتعوقك انك تحقق شيء فانت لما تتغلب عليها يبقى ايه you overcame it يعني تغلبت عليها اوكي يلا بينا على الكلمة اللي وراها value ممكن تيجي as a verb او as a noun يعني ممكن تكون فعل وممكن تكون اسم value ممكن تيجي بمعنى يقيم وممكن تيجي بمعنى القيمة يعني الساعة دي مثلا ايه متها عشر تلاف جنيه يبقى as a value of this which is ten thousand Egyptian pounds او i value my friend's advice معناها ايه انا باقدر i appreciate يعني نصايح اصدقائي تمام يبقى as a importance of usefulness of something اللي هي اهمية او فائدة شيء اللي هي value اوكي يلا بينا على الكلمة اللي وراها valuable ده adjective بقى معناه ايه معناه قيم فاقول value تساوي ايه تساوي precious يعني ثمين worthy يعني مستحق invaluable خلي بالكم بقى ساعات دي ممكن تلاقي نفسك متلغبة احنا دايما عارفين ان كلمة in مثلا ده as a prefix بيعكس للمعنى زي لما اقول correct عكسها incorrect صح كده طيب لما اقول valuable معناها قيم لما اقول invaluable معناها غير قيم صح؟ لا غلط لانا قلتوا ده غلط وما ليه صح يا مستر valuable يعني قيم لما اقول لك ان حاجة لا يمكن تقدرها بتمن يعني مثلا قناع توت عن خامون it's invaluable ما قالوش تمن ما ينفعش تقول لي قديك كم مليون وتدهوني ليه اصله invaluable ف invaluable لا يقدر بثمن يبقى معناه ان هو ثمين جدا يبقى invaluable تساوي valuable دي واحدة من التركات العجيبة في الانجلش ان انا الاقي invaluable تساوي valuable اوكي خلي بالكم منها دي يعني يلا بينا عن الكلمة اللي وراء value less خلي بالكم احنا دايما المقطع بتاع لس ده بين فيل الصفة يعني hope less يبقى بلا امل help less لا حول له ولا قوة تمام فvalue يعني قيمة valuable يعني قيم value less بلا قيمة ملوش اي ايمة يعني ف without any value or not worth any money اوكي ما يعني ما يساويش فلوس خلي بالكم ما بين invariable يعني لا يقدر بثمن value less ملوش ثمن حاجة ببلاش يعني اوكي يلا بينا على وراها success يعني النجاح اوكي the noun the fact that you have achieved something that you want النجاح حقيقة ان انت حققت شيء طيب لو عايز اقول ينجح as a verb هقول هقول succeed وخلي بالكم بقى ان انا ممكن عايز اقولها في الماضي فقول succeeded يعني هيبقى فيها e e d وبعدها كمان e d اوكي لان ده already infinitive يعني ده infinitive ينجح عايز اقول نجاح يبقى succeed وحط عليها كمان e d يبقى succeeded يبقى success النجاح succeed ينجح نجح succeeded وحط ed كمان اوكي يلا بينا نشوف الكلمة الوراها هو already احنا جايبين success و succeed يبقى هنجيب الصفة successful اوكي succeed ده verb success ده noun successful ده adjective طبعا نحط كمان y يبقى بطريقة ناجحة عشان تكون successfully اهم اوكي يبقى نعندي success نجاح succeed ينجح successful ناجح successfully بطريقة ناجح اوكي يلا بينا الكلمة الوراها achievement معناها انجاز يعني هي وردي جاية من verb achieve يعني يحقق achievement ده التحقيق او الانجاز يعني لما مصر توصل كاس العالم this is a great football achievement يعني انجاز كروي عظيم اوكي يبقى achieve و achievement يلا بينا على الكلمة الوراها career يعني الحياة المهنية يعني حضرتك اشتغلت 20-30 سنة مثلا مهندس مدرس محاسب يبقى ده working career او work career a job or a profession that you do for a long period of your life ما ترحش تشتغلي شهرين وتقولي انا career بتاعي كذا career ده لازم يكون الحياة المهنية كلها تمام يلا بينا على الكلمة الوراها الكلمة الوراها يا شباب اسمها career direction career direction ده الاتجاه الوظيفي يعني حضرتك هتقرر مثلا بعد ما بتخلص high school انت هتخش انهي كلية وبنعا عليها تختار عنه وظيفة ده اسمها ايه اسمها career direction the way that someone is changing or developing their working life يعني الطريقة اللي بيغير او بيطور فيها من حياته المهني اسمها ايه اسمها career direction طيب combine يعني ايه combine يعني يربط او يوصل يعني دي جات منها combination وتساوي connect لانها هيوصل ب combine connect او combination connection dual nouns انما dual verbs او كي فيبقى to join two or more things توصل حاكتين او اكتر or groups together او مجموعات مع بعض to form a single one عشان تكون لي حاجة واحدة يعني انا لو الجزء اللي قدامي لو الماركر ده طلب قطع وانتم وصلهم في بعض يبقى i combined the three pieces to make one ماركر تمام يلا طبين على الكلمة اللي وراها administrative يعني اداري جات منها administration يعني الادارة اوكي administrative اهي اخرها tive ده عادة ما بيكون adjective اوكي administrative يعني اداري فلو قلت مثلا administrative positions يعني وظائف او اماكن ادارية connected with organizing the work of a business or an institution يعني مرتبط بتنظيم العمل بتاع شغل او بتاع مؤسسة اوكي اسمها ايه اسمها administrative لو قلت administrative tasks معناها مهام اداري يلا بينا عالكلمة الوراها championship يعني بطولة اوكي خلي بالكم ان انا عندي champion ده البني ادم ده البطل فلو في حد فاز بميداليا مثلا يبقى he is the champion طب هو اشترك في بطولة يبقى he participated in the championship يبقى بطل انما championship بطولة a competition to find the best player or team in a particular sport يعني منافسة عشان نوصل لأفضل واحد او افضل فريق في رياضة معينة تمام يلا بينا على اخر كلمة في فيديو النهاردة down متلازمة down دي نوع من انواع الاعاقة اللي بتصيب بعض الاطفال فبنسميهم ايه بنسميهم زي are diagnosed with down syndrome يعني هما مشخصين بالdown syndrome اللي هي متلازمة down وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم خمسة من كورس الفيكابلين لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجز مكانك في المراجعات النهائية والحصول على باقي الفيديوهات وكمان الPDF اشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير ان شاء الله ربناكم معاكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و لايك للفيديو وما تنسى اشتفاع